السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من دردشة النهاردة كيف تصبح رجل المستحيل وتتحقق المستحيلات في حياتك النهاردة الجوعة ما تنسوش شوت الكاف نتال بعد الفاصل استعدوا لكثير من التاقة الإيجابية مستحيل تبقى 70 أو 80 كيلو لو انت 150 أو 160 كيلو كل ما تحلم به والله بيتحقق لو انت أمنت به أطلع من كحة أدخل في إسهال حياتك كده تصدقوا تصدقوا ده في ناس كده وكتير تصدقوا أن في ناس عايشة في نعيم على الأرض أهلا بيكم في ناس كتيرة بيقنعوك أن أشياء كتير هتبقى مستحيل في حياتك مستحيل تبقى مليونير لو انت فقير مستحيل تبقى ناجح لو فشلت مرة واثنين مستحيل تسيب الأدوية لو انت عندك مرض واثنين وثلاث مستحيل تبقى سبعين أو ثمانين كيلو لو انت مية وخمسين أو مية وستين كيلو الناس دي بيحكموا بعقلهم هم والله لو كنا سمعنا للناس دي ما كنا عملنا في حياتنا حاجة خالص أنت تستطيع أنك تفعل المستحيل كم واحد وقع للصفر وبقى ملياردير كتير بس أنت لازم تؤمن أنك تقدر كم واحد كان ماشي على أربع أو خمس أدوية دلوقت بيروح الجم تلات مرات لوحده وما بياخدش ولا دوة كم واحد كان عنده سرطان وخف كم واحد كان مية وخمسين ومية وستين كيلو دلوقت مدرب جم وبيعلم الناس الصحة لو انت آمنت بالمستحيل هيتحقق في حياتك إحنا لما كنا بنؤمن بأن ربنا قادر وكنا بنؤمن أن قدرتي على تحقيق ما أحلم به لا تتوقف على ما أستطيعه أنا ولكن تتوقف على ما يستطيعه خالقي أنا ربنا بدا مقادر على كل شيء إذن أنت تستطيع فعل كل شيء كل ما تحلم به بيتحقق لو أنت آمنت به ومشت في الطريق أنا ليه بأفتح الموضوع ده دلوقتي لأن ناس كتير قوي عايشة في العسر فبتقنعك أن العسر هو العادة أن الفقر ده طبيعي أن المرض ده شئ طبيعي أنك تعيش مزلول وعايش بوظيفة واحدة معكش فلوس تكاف في الشهر محدش بيسمع لك ولا عمل لك إيمة محدش علاقتك مع الناس مش كويسة هو ده طبيعي عشان أنت مؤمن مصاب يعني لازم تتحط في هذا الزل عشان ربنا يحبك لا خالص أنا عشت المرحلتين عشان كده أنا بتكلمت بما لم أقرأه ولكن بما عشته أنا أنا عشت مرحلتين عشت لغاية 36 سنة فنيسره للعسرة وبعد كده لما فهمت لما حاولت لما تحركت إيه ده وإيه ده ده أحاول مرة واثنين وثلاثة الفلوس أروح لها تجري منه أطلع من تخن أدخل في وجع ركبة أطلع من وجع ركبر وجع كدف أطلع من كحة أدخل في إسهال حياتي كان كده أطلع من زواج لطلاء أبويا ومي علاقتني بيهم وحشة إخواتي مقطعهم أطلع من علاقة أدخل في علاقة فلنيسره للعسرة ليه؟ لأن ما كنتش فاهم ما كنتش بغير فيا بحاول عاوز أغير اللي حوالي دلوقتي اللي بيحصل معايا أكون نفسي سافر بلد حد يبعث لي منها دعوة تعال عاوزينك من كذا لكذا في مؤتمر أو 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 أكون محتاج فلوس في بلد فلانية يتصل حد محتاجين نعمل البزنس ومحتاجينك فيه محتاج فيتامين معين ألاقي شركة بتعمل الفيتامين عاوزينك تجرب الفيتامين ده وهكذا وأنا في بنزينة ما خدتش بالي كنت مشغول فبحط بدل البترول اللي هو بدل الجاز خدت الخرطوم بتاع البنزين وبحط لقيت واحد ما عرفتش والله ظهر من خلي بالك أنت ده بنزين وانت عربيتك جاز قلت له شكرا ده طلع لي منين أنا دلوقتي لما كون في المطار ومتأخر على حاجة ألاقي حد يعرفني قال لي أنت إبقى حريك بتعمل إيه هنا أنا تعالى أساعدك والحق الطيارة ولاقي إن أنا آخر واحد أخد الطيار أنا حياتي كلها كده دلوقتي فأنت لما كنت في العسرة ما تقولش الدنيا كده الغلط فيك على فكرة في ناس معاها فلوس وسعيدة وربنا راضي عنها وسحتها كويسة وأولادها بخير تصدقوا تصدقوا ده في ناس كده وكتير تصدقوا أن في ناس عايشة في نعيم على الأرض بعكس تماما اللي عايزين يقنعوك به إنك لو فير عادي لا مش عادي لا مش عادي الفقر هو سعي وإن ليس للإنسان إلا ما سعى أنت ساعت للصحة نظمت أكلك بتنام كويس الرياضة بتتنفس كويس بتقضي وقت للتخاف الصحية بتيسر للصحة في نفس الوقت أنت ما بتحاولش تزود مصادر دخلك ما بتتعلمش عن الحرية المالية ما بتتعلمش عن التجارة والتسويق والماركتنج والسيلز ما بتتعلمش حاجة أنت بتيسر نفسك للفقر وصلته أنت اللي بتسعى فأنت ما تسمعش الواحد عاجز يقولك ده 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 شئ مستحيل لا أنت لازم تبقى رجل المستحيل أنت مو أنت أول مليونير في علتك أنت أول واحد تدخل سن الستين بدون مرض واحد الدكاترة هيقولك مستحيل ضغط وسكر وسمنة وتصلب شرعين عادي دي أبراد شيخوخة إنما توصل ستين بصحتك ده مش عادي ده مستحيل أنت رجل المستحيل أنت الأمة دي حالها مش هيتصلح لا هيتصلح و هصلح الحوالية و هاخد بيدي الملايين أنت رجل المستحيل أنت خليفة أصدق ربنا اللي كرمني أنت خليفة أصدق واحد يقول أنت عاجز أنت ما تقدرش أنت في بلد فقيرة أنت شهدتك مش عارف إيه أنت إيه و إنت إيه و إنت إيه أصدق مين أنا ككريم صدقت ربي أنه هو جعلني خليفة مفيش خليفة فقير مفيش خليفة مريض مفيش خليفة عاجز مفيش خليفة بيرضى بالزل وصلت فأنت طبعا مش كل الناس هتبقى كده و مش كل الناس مطلوب أن هي تبقى في أحسن صورة فيه ناس بيعيشوا في الطبيعي بس أنت بادم سمعتني و بادم فتح ودانك و بادم عاوز تتغير يبقى أنت من الرجال المستحيل فيه رجال مستحيل و فيه ما لناش دعوة ليست قناتهم و ما أكيد ما بيسمعوناش دلوقتي قاعدين قدام مطش أو قاعدين يشتكوا أو قاعدين يقولوا ما فيش فايدة أو قاعدين عايشين نايمين على أحذرهم نحن لا نعلم الناس الصحة نحن نعيشها نحن لا نعلم الناس النجاح نحن نعيش النجاح نحن لا نعلم الناس السعادة نحن نعيش في السعادة بتوفيق ربنا لأن ربي على كل شيء قدير وأنا أي طريقة هسلكه ربنا هيسر لي أوصل لآخره النقطة الأخيرة وأنا عارف أن هذه هي تزعل ناس يعني ما علينا أنا والدي والدتي جابوني الأرض عشان أقول اللي أنا بحبه واللي أنا عايزه واللي أنا مؤمن به لم يأتوا بي للأرض عشان أقول إن اللي الناس عايزة تسمعوا أو اللي الناس تحب تسمعوا أو لو الناس تفضل تسمعوا مني فده الناس اللي متابعاني في الأول وإنتم مفروض تبقوا كده عبر عن نفسك ما لكش دعو بالآخرية ليه بتقول كده كل لما الواحد يزيد في السنين نظره بيفتح أكتر وكل ما نظره يفتح أكتر اللي كان يقبلها زمان دلوقتي ما يقبلهاش في نقطة في الشعوب العربية أو الإسلامية كل واحد عنده علم دين أو يقرى قرآن أو يعرف علم شرعي يعتقد أنه يعرف كل العلوم فلو قلت له أن الأرض كروية أو مسطحة يرد عليك قرآن لو أنت قلت له الحليب يضر والرجل بتاع السكر ما يقدرش يأكل عسل نحل اللي فيه شفاء يرد عليك بالدين لو أنت كلمت عن السماء وطبقات الأرض يكلمك بالدين وفيحس أنه هو عالم يحس أنه عارف كل حاجة يحس أنه أفضل من الناس كلها بما قوتي من علم في علم الدين النقطة دي بدأت ألاحظها يعني مؤخرا أنا من سنة أولى ابتدائي في أظهر درست حديث وتفسير ونحوة وصرف وحساب وعلوم وأحياء ورياضة لو كنت دخلت امتحان الرياضة جاوبت اللي موجود في الحديث كنت سقط لو كنت دخلت الأناتومي جاوبت بالقرآن كنت سقط وكذلك لو إحنا الدين بتاعنا في كل العلوم ما سدناش العالم ليه أنا لا أقلل من الدين والناس اللي متابعاني عارف الدين عندي إيه هو عمود والعقيدة يعني عمود لا يتجزئ حتى لو أنا عايش في بلاد غير مسلمة ولكن ربنا أمرنا بإقرأ اتعلم اترك العشل خبازه يبتوع الفيزيا كلمونا فيزيا يبتوع الأحياء كلمونا أحياء يبتوع الطب كلمونا طب إنما أنت بما قرأت من كتاب الله تبقى شطر في كله أنت لا تضر نفسك أنت بتضر دينك أنت بتضر صير الدينك الناس اللي فاهموك بدن في الدين أنت فاهم فكل حاجة في الدين لا كل حاجة في المعاملات أنا عن نفسي أنا عن نفس الفترة الأخيرة ما بقيتش أحب أسمع حد يتكلم في الدين إنما أعشق اللي يورين الدين أعشقه أطلب صدقته أقول له اعلمني أشوف الدين مش أسمعه سمعنا سنين كتير قوي خطب وأحاديث أحاديث بشر يعني بيتكلموا في الدين في الدين في الدين ولكن الأخلاق لو ما تغيرتش لو ما بقيتش بني أدم أفضل لو ما بقيتش بني أدم أنجح في مجالك لو ما بقيتش خير على الناس اللي حواليك عملت إيب دينك أنا دينك يدخلك الجنة ده بينك ومن ربنا إنما الأرض صلاتك ما نفعتنيش في ناس تعتقد أن هي أفضل من كل البشر ببعض اللحية على وجهها بقيتشيخ وحتى أنت دلوقتي لما تشوف أي حد سيبدأنه تروح تسأله في الدين هو فاتوة دي إيه هو اللي يسيب لحيته خلاص بقى مفتي بش إحنا كده إحنا طول عمرنا كنا كده فمدام سيبدأنه نروح تسأله في أي حاجة في الدين هيعرف تخيلوا تخيلوا الفكر اللي إحنا نكبرنا عليه خلاص الموضوع دينك وديني بيحث على العلم على التعلم على قراءة الأبحاث على نفع الناس على نشر العلوم على أنك تسود الأرض بعلمك وإيه بأخلاقك وبنفعك هقفل الحلقة دي بكلمة خلوهم كلمتين استحملوني النهاردة أراغي كتير قعدت مع ناس كتير قوي والله لحيتها لغاية يعني نص صدرها جابوا في سيرة ميت بني آدم من أول رئيس الجمهورية لحد العام ووووو وفي قنوات مخصوصة ناس بلحي قد كده ووظيفتهم الوحيدة يجيبوا في سيرة الناس ويحذرهم من ده ويحذرهم من ده مش ينشروا العلم أعدت مع واحد لا يحسب على المتدينين ويحسب من أهل الوعي بيسموه كده من أهل الوعي والله ثم والله كل لما تيجي سيرة أي حد من أول رئيس الجمهورية لغاية صاحبنا اللي كان معنا مبارح ما علينا ما علينا يعني نقفل ده اتعلمتها منه أنا هعمل تحدي جديد هذا اليوم أقعد أسبوع واحد أنا معرفتش يعني أنا دلوقتي بسيب المكان وامشي لأنا مش قادر أتحكم في الناس كله لاحظ كده اعملوها تحدي جديد ويقطعوا لنقطة دي ويحطوها على سوشال ميديا تحدي ما تجيبش سيرة أي حد مش موجود معاك لمدة أسبوع أقسم بالله ما هتعرفه أنا بقسم بالله إلا لو حاولته تخيلوا بقيت سيرة الناس عادي تقول رأيك في ناس ده أنا بقول رأيي ده أنا بنقضه لا غيبة لفاسق أنت أصلا قلت عليه فاسق ده دي جرم تاني يعني أنت بتغيب واحد بش موجود لأ وبقولت عليه فاسق دي حاجة مصيبة أكبر على فكرة للمصلحة للتحذير هتلاقوا خمس تلاف حاجة الشيطان دخلها بنا بس تجيب سيرة حد تاني جربوا تقعدوا أسبوع من غير ما تجيب سيرة أي بني أدم مش موجود اعملها لله هتعرفوا إحنا روحنا فين إحنا بقينا فين إحنا حسناتنا بطير من نرى إزاي لأن ربنا مش هيسامح في حق العبد هيسامح في الصلاة ويسامح في أي حاجة متعلقة بي أنه محق عبد جبت سيرته هيقول لك تعالى كلمت علي الدين حسنات تعالى قلت علي كذا وكذا سواء لو كان صحيح فانت خطبت لو كان خطأ فانت بهدتني كذبت علي مدركين المصيبة التي نحن فيها يا أدي أعدت مع بتوع الدين وأعدت مع بتوع الوعي وقارنت بينهم النقطة التي بعد كده تقالت لي كلمة يا كريم الذي يحربوك كثير والذي أنت عايزينك تنتهي كثير ويا ما من أول ما طلعت نهايته الرابط هينكشفها واتفر عايز تفضل مكمل وتنجح من نجاح لنجاح لنجاح اعمل حاجة واحدة بس تقول لهم ايه ارد عليهم كلهم قالوا لي لا افضل ازرع فايدة تستمر وأما الزبد فيذهب هباء كل الحاجات المش هتنفع البشر هتروح طول ما أنت بتعمل فايدة هتكمل في الأرض هتنجح أكتر عايز تبقى مليونير عاوز تبقى معاك فلوس عاوز رزق يزيد املك حاجة الناس عاوزاها انفع الناس النفع ده هيجيب لك فلوس ما تجريش ورا الفلوس اجري ورا النفع تخيل دلوقتي انت طول ما انت بتنفع ربنا هيزيدك لأنك بتنفع انت طول ما انت بتنفع رزق هيزيد لأنك بتعمل قيمة فلازم الدنيا تديك ربنا يديك مقابل اللي انت بتدي للخل بتدي للأرض بتدي للبشر اللي حواليك فلازم رزق يزيد وفلوس يزيد ونجاح يزيد ولا يمكن حد يأذيك ليه لأن بنفع فنصيحة مني لشباب الصغير عاوز تسبق ملايين البشر امسك في شرط النفع خليك نافع محد ش هيأذيك خليك نافع هتستمر خليك نافع هتبقى غني خليك نافع هتبقى توفيقي الا بالله علي توكلت وليه نيب السلام عليكم باي